بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات في هذا الدرس سوف نقوم بمراجعة العدد 14 إذن هيا يا أحباي الطلاب والطالبات نقوم بإزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم إذن أولا نميز شكل العدد 14 ثانيا نشير للعدد 14 تمثيل العدد 14 كتابة العدد 14 إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بعد هذه الأرقام لدينا هنا الرقم واحد اثنان ثلاثة أربعة و لدينا هنا الرقم خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر و لدينا هنا الرقم أربعة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن سوف نقوم بكتابة هذه الأرقام هيا نمسك القلم المسكة الصحيحة ثم نقوم بكتابة هذه الأرقام إذن هيا نمسك القلم ثم نقوم بكتابة هذه الأرقام إذن هيا نقوم بكتابة هذه الأرقام واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بكتابة العدد أربعة عشر بتتبع هذه النقاط هيا نقوم بكتابة الرقم أو العدد أربعة عشر هيا نقوم بكتابة العدد أربعة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا سوف نقوم بتلوين العدد أربعة عشر هيا نلون هذا العدد أربعة عشر إذن أحباي الطلاب والطالبات تلونوا معي هذا الرقم أربعة عشر هيا نقوم بتلوين الرقم أربعة عشر هيا نقوم بتلوين هذا الرقم أربعة عشر إذن هيا نقوم بتلوين هذا الرقم أربعة عشر أحسنتم إذن أحباي الطلاب والطالبات كم عدد هذه الكرات لدينا هنا كرة القدم هذه كرة القدم كم كرة لدينا إذن كم عدد هذه الكرات هيا نقوم بعد هذه الكرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن عدد هذه الكرات هي أربعة عشر أربعة عشر كرة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات سوف نمثل العدد بالأشكال إذن سوف نقوم بتمثيل العدد بالأشكال شاهدوا معي هذه الأشكال إذن لدينا هنا هذا العمود يمثل الرقم عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن مجموعة هذه الأشكال هي أربعة عشر إذن شاهدوا معي هنا يا أحباي الطلاب والطالبات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن مجموعة هذه الأشكال هي أربعة أربعة عشر صندوق أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا كم المبلغ الموجود في هذه الخزانة إذن لدينا هذه الخزانة موجود فيها الفئة النقدية فئة الريال إذن هيا نقوم بعد هذه الفئات هنا ريال واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن مجموعة المبلغ في هذه الخزانة أربعة عشر ريالا أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نساعد عمار باستخراج العدد أربعة عشر إذن هيا نقوم بمساعدة عمار باستخراج العدد أربعة عشر إذن ها هو العدد أربعة عشر وها هو أيضا العدد أربعة عشر أربعة عشر وها هو أيضا العدد أربعة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا في النشاط الأول من الكتاب صفحة مئة وعشرون إذن في النشاط الأول لون الوردة التي تحمل الرقم أربعة عشر إذن هيا نقوم بتلوين هذه الوردة التي تحمل الرقم أربعة عشر إذن أربعة عشر هيا نقوم بتلوين هذه الوردة التي تحمل الرقم أربعة عشر إذن ها هي الوردة التي تحمل أربعة عشر إذن ها هي الوردة التي تحمل الرقم أربعة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا في النشاط الثاني أرسم دائرة حول العدد أربعة عشر إذن هيا نقوم برسم دائرة حول العدد أربعة عشر أحسنتم ها هو العدد أربعة عشر وها هو أيضا العدد أربعة عشر وهنا أيضا العدد أربعة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا آخر ترجمة نانسي قنقر